معين من المنطقة الحدودية مع غزة مدير مكتب الحدث في فلسطين زياد حلبي أهلا بك زياد نبقى إذن مع آخر التطورات صحيح بعد 18 ساعة تقريبا من الهدوء الحذر على الجبهة الجنوبية فيما يتعلق بإطلاق الصواريخ تجدد إطلاق الصواريخ على مستوطنات قطاع غزة ومدينة عسقلان على الأقل سقط صاروخ واحد فشلت القبة الحديدية في اعتراضه داخل عسقلان أدى إلى أضرار مادية هناك الملفت جدا كان التزامن الواضح ما بين إطلاق الصواريخ من قطاع غزة ومن جنوب لبنان اتجاه أيضا مستوطنات الجليل وكريات شمونة حيث سقط صاروخ أيضا في تلك المنطقة لكن كان بفارق ربما 30 ثانية بين الجبهتين إطلاق الصواريخ بشكل واضح بعد ساعات طويلة نسبيا من الهدوء عفوا زياد فقط نبقى مع هذه الصور التي نشاهدها الآن وصلت إلى غرفة الأخبار والتي تؤشر إلى سقوط صاروخ في كريات شمونة في الجليل إذن هذه بعض الصور التي وصلت الآن نشاهدها وكنت قد تحدثت عنها بالتأكيد سقوط صاروخ إذن في كريات شمونة في الجليل أيضا في عسقلان صحيح طيب أعود مرة أخرى إليك زياد الآن يعني بعد مضي 40 يوما على هذه الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة كانت الأولويات بالنسبة لثلاث حكومة الحرب باستمرار هذه العملية أو هذه الحرب والقضاء على حماس كيف تبدو الأولويات الآن والخلافات بين هذا الثلاث حتى اللخظة؟ طبعا الخلافات لا تظهر للعلن بشكل واضح ولكن هناك تباين وهناك خلافات بين غالنت وغانس من جهة ونيتنياهو من جهة أخرى هناك عدم رضا على إدارة الأمور في الكثير من الأحيان فيما يتصل أيضا حتى بالعملية البرية إسرائيل الآن قلقة جدا في الواقع لأنها بدأت تشعر بأن النافذة الزمنية الممنوحة لها أمريكيا وهو المهم في هذه الحال ودوليا أيضا بطبيعة الحال بدأت تضيق وليس هناك إنجازات على الأرض يمكن أن تقنع أي من الإسرائيليين بأنه قد تحقق شيء في هذه الحرب حاليا على قطاع غزة قيادة حماس ما تزال على حالها وهذا الأمر طبعا يقلق الإسرائيليين التقدم البر أيضا يبدو حذرا وبطيئا ليس ذلك فقط في كل المواقع التي يتواجد فيها الجيش الإسرائيلي تستمر الاشتباكات بمعنى وفقها آرتس على الأقل كما قالت اليوم بأن حماس بعيدة كل البعد عن الانكسار وما زالت تدير قتالا منظما ضد القوات الإسرائيلية في الشمال وفي جنوب مدينة غزة وحتى في المنطقة الجنوبية هناك اشتباكات طوال الوقت وهناك استهداف للأليات العسكرية الإسرائيلية لهذا إسرائيل تعتقد بأنه خلال ثلاثة أو أربعة أسابيع ستبدأ الولايات المتحدة حتى مطالبة إسرائيل بوقف إطلاق النار لهذا هي تحاول أن تعمق العملية البرية في داخل مدينة غزة حاليا ذهبت إلى مستشفى الشفاء الذي كانت جعلته شعارا لهذه المعركة فيما يتصل بالإعلام الإسرائيلي سمعت كل نشرات الإخبار في الساعتين الأخيرتين حتى توقفوا عن الحديث عن موضوع الشفاء لأنه عمليا لا يوجد أي شيء ملفت فيما يفعله الإسرائيليون منذ نحو 12 ساعة لم يجدوا أي من قيادات حماس ولم يجدوا أي من الرائن أو الأسرى داخل المستشفى الحديث الإسرائيلي عن موضوع وجود عتاد عسكري أو أي متعلقات بذلك هل رشحها أي شيء بخصوص ذلك أيضا زياد؟ لا حتى الإذاعة الإسرائيلية العامة لم تذكر هذا الموضوع حتى الساعة كان هناك نقلة عن رويترز أنها نقلا عن الجيش الإسرائيلي بأنه عثر على بعض الأسلحة ولكن حالته الآن لم يعني يعلن ذلك رسميا ولم يسق أيضا أي صور أو فيديوهات حول الموضوع لكن هذا أيضا لن يكون كافيا بالنسبة للإسرائيليين رأينا ما حدث في مستشفى الرانتيسي الرواية الإسرائيلية في نهاية المطاف لم تكن متماسكة في الإعلام الدولي رغم أنهم استحبوا أيضا إعلاميين لتلك المنطقة الربط بين نفق بعيد نسبيا عن المستشوى والمستشفى كان ربما ضعيفا من حيث الرواية الإسرائيلية في الإعلام العالمي وهذا ما يهم إسرائيل حاليا لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على سر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات ترجمة نانسي قنقر